هننفس فيديو النهاردة الكاردجان ده سهل وسريع ما بياخدش خط كتير وزيته حلوة جدا كله تكرار سطر واحد بس بنعمل غرزة الهمود بلفتين بياخد تلات بقرات ونوسة تقريبا للخيط سيفي بامتياز وممكن برضو ننفيزه شتوي سهل جدا ممكن نعمله بكل الالوان ونبتدي نشوف طرقة التنفيذ مع بعض هننفس فيديو النهاردة الكاردجان اللي شوفنا الشكله في بداية الفيديو غرزته سهلة جدا وسريع ما بياخدش وقت في التنفيذ وما بياخدش خيطه عشان ما نطيعش وقتها نبيدي نشتغل على طول انا استعملت في الكاردجان ده خيط اسمه بيوتي خيط حلو جدا استخدمته في اكتر من المشروع قبل كده البقرة 100 جرام سعره متوسط بسعر اليوم انا جايب البقرة ب45 جنيه وفي اماكن تانية ممكن يكون ارخص من كده استخدمت للكاردجان دوت ثلاث بقرات ونص لمقاس ينفع من لارج لحد اتنين اكس لارج وثلاثة اكس لارج لانه هو اوور سايز وممكن نستخدمه كلنا سهل جدا طريقة تنفيذ وبسيطة ونبتدي نشتغل على طول ونشوف ازاي ناخد المقاسة بتاعتنا احنا بنشتغل الكاردجان دوت كله عبارة عن قطعة واحدة حرفيا ما فيش فيه اي فواصل او اي حاجة وبنشتغل الكاردجان من الجنب ونمشي الجزء الاولاني دوت بتاع الصدر ودي فتحة الباط وبعدين بنشتغل الضهر ودي فتحة الباط التانية وبعدين بنشتغل الصدر ويبقى الكاردجان بتاعنا خلص بنقفل من فوق وبنعمل على الكم مقاس فتحة الباط بنعمل سطر واحد بس غرزة عمود بلفتين وبيكون انتهى الكاردجان بتاعنا الغرزة اللي هنستخدمها في الشغل دوت هي غرزة العمود بلفتين البقرة لو مكتوب عليها انك تستخدمي ابرة مقاس مثلا ثلاثة استخدمي ابرة اربعة ونص لو مكتوب ابرة اربعة استعملي ابرة خمسة ونص استخدمي ابرة تكون اكبر بمقاس ونص او مقاسين ما تقلقيش عشان تبدي معاك الوسع والرحة للغرز بالشكل دوت ودي اعام خطوة في الشغل بتاعنا ما تقلقيش لما تبتدي الاول السلاسل وتلاقيها واسعة من بعض كل ما بنشتغل كل ما الشغل بيدين موادي النتيجة النهائية قدامكم انا مستخدمة ابرة الامونيوم مقاس خمسة ونص ومستخدمة الخط الرفاعة برضو لانتو شفتوه الخط القطن ودي غرزة عمود بلفتين وطلع النتيجة في الاخر حلوة بالشكل ده يعني بتدي نعرف ازاي ناخد المقاسات اول حاجة بتغلي طول الكرتجن بتاعك بتبتدي تحطي المزورة عند الكتف من فوقه بتنزلي لحد ما تشوفي المقاس اللي انت عايزها للطول بتاعه لان احنا ممكن نعمله برضو قصير ممكن نعمله طويل ممكن نعمله زي بلطه طويل او قصير تحت الربة براحتك الطول دوت حاجة بتاعتك لان بناء على الطول اللي احنا هناخده هو ده هيبقى الطول اللي هنمشي بيه بالكرتجن طول الشغل بالنسبة لي المقاس الكتف بنيجي برضو عند الرقبة بالظبط كده عند الرقبة من الجنب وبتحطي المزورة كده وبتشوفي العرض اللي انت عايزها للمقاس بتاعك ما تعمليش نفس المقاس بتاعك بالظبط يعني لو قستي من هنا من عند الرقبة لحد الكتف لقتي مثلا تلعب معاك كروكي مثلا زي دلوقتي اربعة سنتي اعمليه خمسة سنتي او اعمليه ستة سنتي هو كل ما بيبقى نازل شوية كده من عند الكتف كل ما بيبقى شكله اه احلى وده المقاس بتاع الكتف بتاعنا بالنسبة بقى للعرض بتاعه احنا بنجيب المزورة بتاعتنا وبنلفها عند محيط الارداف لان الكاردجن ده طويل بنلفها حوالين محيط الارداف عند اعلى منطقة في محيط الارداف عندك وبتلفي حواليها المزورة كده وبتسيبيها مريحة واسعة ما تكونش ديقة وبعدين بنلف بنحط المزورة كده على بعضها وبندني وبنشوف النص بتاع المزورة كام ادي عشرين سنتي فدوت هيبقى العرض بتاع الكتعة بتاعت محيط الارداف طيب القطعة دي هنجيب مقاسها ازاي اوكي احنا اخدنا دلوقتي مقاس محيط الارداف تلع معانا عشرين سنتي نص العشرين سنتي عشر سنتي فهو ده هيبقى المقاس بتاع الكتف لو انت مش عايزة تخديه بالمزورة من الرقب لحد الكتف وتحتاسي فيها لأ اخدي مقاس محيط الارداف بالشكل ده عند اعلى منطقة واسميه على اتنين كده اخدي النص بتاعه وقدي عشرين وتخدي العشرين برضو تقسميهم على اتنين فهيبقى عشر سنتي هيبقى دكروكي طبعا ده هيبقى ده المقاس بتاع الكتعة دي هنا هتبقى مثلا عشر سنتي والقطعة دي هتبقى عشر سنتي والمفروض ان الضهر عشان لما نقسم الكتعتين على بعض يبقى عشرين سنتي احنا هنزود على العشرين سنتي دول خمسة سنتي سبعة سنتي لحد تسعة سنتي برحتك ليه بقى اللي احنا زودناهم دول دول اللي هيكون مقاس الفتحة بتاعة الرقب يعني هنشتغل الجزء ده زي ما قلنا بتاع الكتف 10 سنتي والجزء ده هيبقى 10 سنتي والظهر 20 سنتي لا هنزود يبقى 27 سنتي عشان لما نسيب الفتحة بتاعت الرقبة تبقى بالمنظر ده احنا بنتني بعد كده الجزء اللي وراء على اللي قدام الجزء من عند الباط الجزء بتاع الصدر قدام فتبقى دي كده مقسها وهنتني الناحية التانية فهتبقى دي مقسها والغرز الزيادة للظهر اللي احنا عملناها هتبقى هي دي الفتحة بتاعة الرقبة ونبقى كده خدنا المقسات بتاعتنا ونبتدي نشتغل على طول اول حاجة هنعملها هنجيب الخيط بتاعنا وهنبتدي نعمل عقدة البداية بالشكل ده بابسط طريقة وهنجيب الابرة بتاعتنا وندخلها جوه الابرة ونشد عليها بالشكل ده وهنبتدي نعمل مجموعة من السلاسل بدون اي تكرار يعني مش تكرار رقم اتنين تكرار رقم تلاتة لأ هتبتدي تعملي مجموعة سلاسل بشكل عشوائي بالشكل ده لحد ما نوصل للطول اللي احنا اخدناه مقاس الطول اللي احنا اخدناه للكاردجان بتاعا او للجاكت او للفيست الجليسة منه زي ما انت عايزة تبتدي تعملي كده مجموعة من السلاسل بشكل عشوائي بابسط طريقة اهو بالشكل ده تبطل مستمرة كده هتلاقي السلاسل الواسعة ما تلاقيش ما فيش مشكلة عشان احنا شغالين بابرة مقاسها واسعة في الاخر لما بنشتغل الشغل بتاعنا بيبقى سعب بتشتغل كده مجموعة السلاسل وبتحطيهم كده من غير ما تشدي السلاسل ولا حاجة وهنجيب المزورة نحطها جنب السلاسل كده بالزبط ونشوف احنا وصلنا للطول اللي احنا كنا اخدناه لمقاسة الكاردجان بتاعنا الطول احنا شغالين بالعرض فلقتي طول الوصل لحد الطول اللي انت عايزاي للكاردجان بتاعي خلاص اوكي انوقف بالشكل ده بعد كده اول سطر معنا هنشتغل كل عبارة عن غرزة عمود بلفتين هرتفع سلسلة واحدة هلف الخيط على الابرة مرتين بالشكل ده وهاجي عند اول سلسلة موجودة معي او مش اللي انا طلع منها هدخل فيها كده تحت الحلقة هسحب الخيط معي واحد اتنين تلاتة اربع حلقات على الابرة هلف الخيط على الابرة وهطلع من حلقتين اتنين هلف الخيط على الابرة تاني وهطلع من حلقتين تانين هلف الخيط على الابرة تالت وهطلع من الحلقتين الاخرانيين بقى عملنا اول عمود بلفتين هلف الخطع الابرة مرتين وهخش فيه سلسلة اللي بعدها تحت الحلقة بالشكل ده هسحب الخيط معايا اربع حلقات على الابرة هلف الخطع الابرة وهطلع من حلقتين هلف الخطع الابرة وهطلع من حلقتين هلف الخطع الابرة وهطلع من حلقتين وابقى كده عملت تاني عمود بلفتين وهفتل شغلة السطر بتاعي كله لحد ما وصل لحتى اخر السطر عبارة عن عمود بلفتين بالشكل ده لحد ما اكمل اخر السطر بتاعي كل. وادي شكل السطر بتاعي كله. بعد ما خلصت لحد الاخر كل السطر اشتغلته غرزة عمود بلفتين ووصلت لحد اخر سلسلة. هرتفع سلسلة واحدة بس. وهلف الشغل على ده. الكارتجن ده عبرها هنتكرار سطرين. بس يعني تكرار سطر واحد. دوت اللي احنا عملناه ده المرد بتاع الجاكت بتاعنا. الغرزة بتاعتنا هي تكرار سطر واحد وهنبتديها من دلوقتي. انا ارتفعت سلسلة واحدة اهو. هلف الخطع على الابرة مرتين. نفس الغرزة اللي انا طلع منها هدخل فيها تاني اهو. هسحب الخيط. هطلع من حلقتين. ومن حلقتين. ومن حلقتين. يبقى عملت اول عمود بلفتين. هيخد اتنين سلسلة. هلف الخطع على الابرة مرتين. وهسيب تحت اتنين عمود بلفتين. واحد اتنين. وهخش في العمود التالت. لأ معلش انا انا اصف. انا كده مش هيخد سلاسل. انا ارتفعت هنا اهو. اول واحد عمود بلفتين. واحد بس. الاف الخطع على الابرة مرتين. وهخش في العمود التاني وراه على طول. وهسحب الخيط وهطلع من حلقتين. ومن حلقتين. ومن حلقتين. هبقى عملت اتنين عمود بلفتين. فوق الاتنين عمود بلفتين اللي تحت. وبعد كده هاخد اتنين سلسلة. واحد اتنين سلسلة. هلف الخطع على الابرة مرتين. وهسيب تحت اتنين عمود بلفتين. وهخش في العمود بلفتين التالت فوق اهو تحت الحلقتين كده. هسحب الخيط. هطلع من حلقتين. ومن حلقتين. ومن حلقتين. يبقى عملت اتنين عمود بلفتين. فوق الاتنين عمود بلفتين. خدت اتنين سلسلة. سبت اتنين عمود بلفتين. جيت بعد كده هقرر تاني هشتغل اتنين عمود بلفتين وربع. هو ده التكرار بتاع الجرزة بتاعتنا. اتنين عمود بلفتين. اتنين سلسلة باسيب تحتيهم اتنين عمود بلفتين. اتنين عمود بلفتين وهكمل بنفس الطريقة. لحد ما وصل لحتى اخر السطر. اتنين سلسلة هلف الخطع الابرة مرتين. هسيب اتنين عمود تحت. وهخش في العمود الا بعده. وهشتغل اتنين عمود بلفتين. عادي واحد هلف الخطعة الابرة مرتين. وقادي التين. بالشكل ده. وهفضل مكملة بنفس التكرار لحت اخر السطر. وقادي شكل السطر الاوليني للغرزة بتاعتنا. احنا قلنا دوت بسك اساسي ابتدنا به مش بنعمله تاني. دوت الغرزة بتاعتنا اللي احنا هنقرر. طب افريدي احنا وصلنا لحت اخر السطر لان احنا كنا شغالين عمدان عشوائي وسلاسل عشوائي. ولقيت اللي فاضل عندك انا هو تلت سلاسل تلت عمدان مش اربعة. سيبي عمود واحد واشتغلي العمودين. طب فضل معاكي خمس عمدان. سيبي تلاتة واشتغلي اتنين. مفيش مشكلة خلص. المهم يزبطي في الاخر ان يكون اتنين عمود بلفة. لان احنا لما بنشتغل الجزء ده مش هيبان معانا في الشغلة بتاعنا ما توطريش نفسك. طب احنا كده خلصنا السطر الاوليني. هنبتلي نرتفع سلسلة واحدة بس. وهنلف الشغل على ظهره. وهنكرر نفس الطريقة. فوق الاتنين عمود بلفة هنشتغل اتنين عمود بلفة. فوق الاتنين سلسلة اتنين سلسلة وهنكرر. هلف الخطع على الابرة مرتين. وهخش في نفس المكان اللي انا طلع منه بالشكل ده. معي اربع حلقات على الابرة. هطلع من حلقتين. ومن حلقتين. ومن حلقتين. هلف الخطع على الابرة مرتين. وفوق العمود بلفة التاني هدخل فيه كده تحت الحلقتين بالشكل ده. وهسحب الخيط وهطلع من حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين. يبقى فوق الاتنين عمود بلفة اشتغلت اتنين عمود بلفة. هيقابلني اتنين سلسلة هشتغل اتنين سلسلة. خلف الخطع الابرة مرتين. الاول عمود بلفة هيقابلني هدخل فيه بلفتين هدخل فيه وهشتغل عمود بلفتين. خلف الخطع الابرة مرتين وهخش فوق العمود بلفتين التاني هشتغل عمود بلفتين. شايفين الغرزة اهو ده تكرار الغرزة ونبدأ الماشيين بنفس الطريقة. فوق الاتنين عمود بلفة اتنين عمود بلفة. فوق الاتنين سلسلة اتنين سلسلة. واده شكل الغرزة بتاعتنا بصوا بتكبر بسرعة ازاي? عشان كده الكارتجان ده ما بيخدش اي وقت في التنفيذ وتكملي لحد اخر السطر. واده شكل الشغل بتاعي بعد ما اشتغلت مجموعة من السطور اهو بصوا كبر معي بالشكل ده. طيب انا وقفت الحد هنا ليه? انا كبت المزورة واست بالمنزر ده. ولقيت المقاس اللي احنا كنا واخدينه للقطعة بتاعت الصدر اللي قدام مصبوط. طبعا ده مقاس كروكي. انت هتبقى عاملة على المقاس الكبير. آآ زي ما قلنا احنا اخدنا محيط الارداف واسمناه على اتنين. آآ الرقم اللي هيتلع معاك المقاس بتاع المحيط الارداف لما اسمناه على اتنين. واخدنا المقاس بتاع الكتف من فوق. هتقف كده بالمزورة. خلاص وصلت للمقاس كده مزبوط. هنبتدي نعمل الفتحة بتاعة الباط. طيب ازاي? احنا كده خلصنا ده. ارتفعنا هنا سلسلة. واشتغلنا بسطر ده عادي. لحد ما وصل لمقاس فتحة الباط اللي انا عايزة. طبعا انا هعرف مقاس فتحة الباط ازاي? طبعا ممكن اسهل طريقة انك بتجيبي وتحطيه على الكتف عندك من فوق وتشوف انت عايزة فتحة الباط عندك تبقى قد ايه? او الطريقة اللي انا بفضلها انك بتجيبي جاكت او بلوفر او بلوزة يكون مقاس فتحة الباط بتاعها مريحك وانتي عايزة مع العلم ان ده والمفروض يبقى المقاس فتحة الباط آآ مريح واكبر شوية. وهتقيسي مقاس فتحة الباط على الجاكت ده او البلوفر وبناءا عليه. هتيجي تحطيها كده وهتحطي مركر هنا وهتشتغلي السطر بتاعك عادي لحد ما توصلي لهن. طيب انا هكمل ازاي واعمل مقاس فتحة الباط? هعد عدد السلاسل اللي فاضلا معي واتنين عمود تلاتة اربعة واتنين سلسلة خمسة ستة واتنين عمود سبعة تمانية واتنين سلسلة تسعة عشر واتنين عمود حداشر اتناشر. طبعا انت هتعدي وتشوفي عدد السلاسل او الغرز اللي موجودة هنا عندك. انا هنا اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر. هعمل ايه بقى? من هنا واقفة في نفس المكان كده? اهو. تمام? هبتدي اعمل اتناشر سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. كده احنا عملنا الفتحة بتاعة الباط. طب هرجع اشتغل ازاي? بنفس الطريقة عادي جدا. هكمل السطور بتاعتي عادي. انا كده عملت خلاص اهو الفتحة بتاعة الباط. هلف الشغل بتاعي كده. اهو. تمام? هزود سلسلة واحدة بس. هلف الخط على الابرة مرتين. وفي الغرزة اخر غرزة اللي هي اتناشر على حسب العدد عندك. هدخل فيها عادي. وهسحب الخيط. وهعمل عمود بلفتين. هطلع من حلقتين. ومن حلقتين. ومن حلقتين. هلف الخط على الابرة مرتين. وهخش في السلسلة اللي بعدها على طول. هعمل عمود بلفتين تاني. نفس اقرار الغرزة بتاعنا عادي جدا. بالشكل ده. عملنا اتنين عمود بلفتين. هاخد اتنين سلسلة. ولف الخط على الابرة مرتين. وهاجي تحت هسيب اتنين سلسلة. واحد اتنين. وهاجي في السلسلة رقم تلاتة. هدخل فيها عادي. وهعمل عمود بلفتين. وفي السلسلة اللي بعدها برضو هعمل عمود بلفتين. هلف الخط على الابرة مرتين. وهخش فيه العمود السلسلة اللي بعدها. هعمل برضو عمود بلفتين بالشكل ده. نفس تكرار الغرزة بتاعتنا عادي جدا. هاخد اتنين سلسلة. هلف الخطعة الابرة مرتين. هسيب تحت واحد اتنين وهاجف التالتة. هعمل عمود بلفتين. هلف الخطعة الابرة مرتين. وفي السلسلة اللي بعدها. هدخل فيها. هعمل عمود بلفتين. نفس التكرار بتاعنا عادي جدا. بالشكل ده اه. هياخد اتنين سلسلة. همسك بقى الشغل بتاعي كده اهو. هلاقي فيه اتنين سلسلة. واول عمود هيقابلني. هلف الخطعة الابرة مرتين. وهدخل فيه عادي. وهعمل عمود بلفتين. هلف الخطعة الابرة مرتين. وفي العمود اللي جنبه هدخل فيه. وهعمل عمود بلفتين. واخد اتنين سلسلة. بصوا الشكل. عملنا الفتحة بتاعة الباط بتاعتي عادي. وهفضل شغالة التكرار بتاع الغرزة بتاعتي. احنا كده عملنا الجزء بتاع الصدر الاولاني. فتحة الباط وهنبتدي نشتغل الدهر بتاعنا عادي. زي طريقة المقاسات اللي احنا خدناها. لحد ما نوصل لمكان فتحة الباط التانية بنفس الطريقة برضو. هنوقف عند المقاس ده. وهنكمل ولما اوصل لها هقول لكم هنعمل هزي. وده بيكون شكل الجاكت بعد ما خلصناه. اشتغلناه كل قطعة واحدة زي ما قلنا. ادي شكل الجزء بتاع الصدر. وادي الفتحة بتاعة الباط. وادي الجزء بتاع الدهر كله. وادي الفتحة التانية بتاعة الباط الشكل ده. وادي الجزء بتاع الصدر. احنا اشتغلنا الجاكت كله عبارة عن قطعة واحدة. ما فيهوش اي وصلات ولا فيه اي خطوات. انا زي اشتغلت الجاكت ده ابتديت بمية وعشرين سلسلة. واول سطر اشتغلت على كل سلسلة عمود بلفتين. وابتدينا السطر اللي بعديه بنعمل اتنين عمود بلفة اتنين سلسلة. بنسيب تحتيهم اتنين عمود بلفة. ونعمل تاني اتنين عمود بلفة اتنين سلسلة. وده التكرار اللي بنشتغل به. بنوصل لحد اخر السطر. بنرتفع سلسلة واحدة. وبنرجع تاني نعمل فوق الاتنين عمود بلفة. اتنين عمود بلفة. فوق الاتنين سلسلة. اتنين سلسلة. واتنين عمود بلفة. فوق الاتنين عمود بلفة. وبنبدل شغالين بنفس الطريقة. انا اشتغلت الجزء بتاع الصدر الاول اشتغلته خمستاشر سطر بعدهم ازاي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر ادي خمستاشر اشتغلت خمستاشر سطر وبعدين عشان اعمل فتحة الباط حددت هنا فتحة الباط اللي انا عايزها وحطيت علامة هنا وابتديت السطر اللي بعديه عادي وجيت وقفت الحد هنا خلاص وبحطيت مركر وكملت عدت هنا العدد بتاعت السلاسل هنا قد ايه اتنين واتنين 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 طلعوا معايا سبت انا هنا اربعين سلسلة عشان اعمل فتحة الباط الناحية دي اشتغلت بعد الغرزة دي على طول اشتغلت سلاسل اشتغلت اربعين سلسلة لحد ما وصلت لحد فوق وبعد ما اشتغلت الاربعين سلسلة رجعت عليهم بنفس التكرار عادي اتنين عمود بلفة اتنين سلسلة وسبت اتنين سلسلة وكملت عادي السطر بتاعي وشبكته مع السطر ده وكملت وفضلت شغالة الجزء بتاع الضهر انا اشتغلت الجزء بتاع الضهر اربعة وتلاتين سطر ليه اربعة وتلاتين سطر انا عندي هنا ده خمستاشر آآ سطر وهنا هيبقى صدهم خمستاشر سطر بتوع اه الصدر والنحية التانية برضو هنا خمستاشر سطر هيكون قصادهم خمستاشر سطر بتوع الصدر الناحية التانية فادي التلاتين وسبت هنا في النص اربع سطور هما هيبقوا او زودت اربع سطور واحد اتنين تلاتة اربعة هما دول هيبقوا الفتحة بتاعت الرقب يبقى الضهر اشتغلته اربعة وتلاتين سطر وبعد كده بعد ما اشتغلت الجهة الاخرانية انا كملت شغل من هنا واشتغلت الضهر وبعد كده عملت الفتحة بتاعت الباط التانية بنفس الطريقة وعلمت هنا سبت هنا عشر فراغات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وعملت المركر بتاعي هنا وسبت برضو قدامه زي الناحية التانية اربعين اشتغلت اربعين سلسلة ورجعت على الاربعين سلسلة بنفس الطريقة اتنين عمود بلفة اتنين سلسلة اتنين عمود بلفة وكملت السطر بتاعي عادي واشتغلت الجهة التانية من الصدر بتاعتي بخمستاشر سطر اب انا كده خلصت بعد ما خلصت الخمستاشر سطر اشتغلت على اخر سطر برضو غرزة عمود بلفتين عشان تبقى زي ما بدينا هنا بسطر عمود بلفتين. ويبقى الجاكت بتاعي كده كله تمام. فضلي دلوقتي تلات حاجات هعمله. اول حاجة انا بعملها ودي خطوة اختيارية ممكن تعمليها او ما تعمليهاش. ان انا باجي على الجاكت بتاعي من تحت كده في الاتجاه ده. وهامشي على كل السطر بتاعي بغرزة حشولي. آآ غرزة العمود بلفتين زي ما انتم شايفين واسعة كده. فهتخلي المرض بتاع الجاكت واسع شوية. فان باجي هنا في اخر السطر بتاعي. هلضم في اول عمود بلفة عندي هنا هو. وهدخل الخيط بتاعي. وهامشي على السطر كله بغرزة عمود آآ بغرزة حشو. عشان بس اشد الكمر بتاعي. هبتدي اعمل كده. وهاخد الخيط بتاعي. وهقفل عليه بسلسلة. ونفس الغرزة اللي انا طلع منها. اهو نفس العمود الاول اللي انا طلع منه. هعمل فيه غرزة. هدخل هنا. هعمل فيه غرزة حشو. اخش تحت الحلقتين. وهعمل غرزة حشو. وشد ايدي في غرز الحشو دي. انا كل اللي انا عايزاها بس ان انا اخلي المرض بتاع الجاكت قدام يكون. اهو مش تحت الحلقتين كده. يكون مجدود ما يكونش باخد خط البداية تحت الشغل كده. وبامشي بغرزة حشو. وهامشي على كل الغرز بتاعت المرض بتاعي. بس هو الغرز واسعة ازاي? لما بعمل كده. غرزة الحشو. بتلمي لي القمر بالشكل ده. وبنفس الطريقة اللي همشي بها على الكمر كله. لحد ما اطلع فوق بغرزة حشو. هاجي على الناحية التانية برضو. وهمشي بغرزة حشو. لكن لما هبتدي الناحية التانية اعمل غرزة الحشو. هبتدي من فوق. هنا انا ابتديت من تحت. من الجاكت من تحت ليه? عشان اتجاه الغرزة كله يبقى من الناحية دي. لما اجي ابتدي من هنا برضو. هبتدي من فوق. من عند الرقبة من فوق. هامشي على كل السطر على كل غرزة بتحت الحلقتين. كده كل عمود هامشي فيه بغرزة حشو. وبعد ما هخلص المرضين بتوعي بغرزة الحشو اللي انا هعملها على المرض كله لحد مطلع لحد فوق. هجيب ازبط الجاكت بقى بتاعي وهاجي عند هشتغل على الظهر مش هشتغل على الوش. هقلب الجاكت بتاعي كده. شيل بس الخيط. واقلب الجاكت بتاعي كله على الظهر بالشكل ده. هاجي الظهر بتاعه. وهجيب الجزء ده بتاع الصد بالشكل ده. هحط الجزء ده. وازبط الغرزة اصاد بعضها. والجزء ده اصاده. وابتدي ازبط كل المربعات بتاعتي اصاد بعض بالشكل ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر. بالشكل ده ابقى زبط كل الكتف بتاعي مع بعض. هحط ماركر هنا وهحط ماركر هنا. هاجي الماركر ممكن تعلمي باي حاجة موجودة عندك. هاجي هنا كده وهحط ماركر عند الكمة ده وهاجي هنا عند الكتف وهاجي هنا عند الكتف ده برضو. هحط ماركر وهاجي في النص زي ما زبطتهم طبعا زبطهم بالزبط. انا بريكوا الطريقة. هنحط برضو هنا ماركر. طيب هنقفل الكتف ازاي? ونفس الطريقة اللي احنا هنقفل بها الكتف دي هي نفس الطريقة اللي هنقفل بيها الكتف بتاع الجاكت الناحية التانية. عندك اختيارين تقفلي بيهم الكتف براحتك خالص. اول حاجة هنجيب الابرة بتاعتنا وهنيجي عند اول الغرزة موجودة هنا وهنخش فيها تحت الحلقات بتاعتها بالشكل ده. حاول نخش كده جوة الحلقات. ناخد بداية الخيط معينا عشان يبقى شغلنا نضيف. وهخش قدام. قدامها احنا شغالين بالعرض. هنخش كده هنا. وهنسحب الخيط بتاعنا. وهنمشي بغرز حشوة على السطر كله لحد ما نوصل للاخر. دي طريقة. في طريقة تانية برضو ممكن تشتغل بيها ودي بتريحك اكتر. بنجيب ابرة التنطيف. دي ابرة ما بيكونش لها سنة كده من فوق. هنلضم الخيط. وهندخل كده في الغرز بتاعتنا. وهنمشي كلها بغرز السراجة عادي لحد ما نوصل لحد اخر الجاكت. يبقى احنا كده خلصنا الجاكت مش فاضل غير برضو خطوة واحدة. بالحالة دي هنروح قلبين الجاكت بتاعنا على او بتاعنا على الناحية التانية. وهاجي عند الكم. طيب عايزة تعملي ايه عند الكم? همشي على الكم كله في غرزة عمود بلفتين. عشان اعمله كده آآ جانب من هنا هيبقى شكله حلو. هاجي من تحت من الناحية دي. من عند البداية الغرز بتاعت الكم. هخش تحت الحلقتين. وهعمل هنا غرزة عمود بلفتين. وفي الفراغ غرزتين عمود بلفتين. وفوق العمود بلفتين عمود بلفتين. وهفضل ماشي في الفراغ اتنين عمود بلفتين. وهشتغل على الكم كله من ناحية التانية. ويبقى كده الجاكت بتاعنا كله خلص. ونعمل الحزام بتاعه. وادي الحزام بتاع الجاكت. جبت تلت فتلات من الخيط. حطيت تلت فتلات كده جنب بعض. بالطول كبير جدا. كبري على قد ما تقدرها عشان الغرزة دي بتاخد خيط كتير شوية. وابتديت اشتغلت غرزة اس سلسلة بنفس مقاس الابرة اللي انا شغالة بيها او اكتر. بتبتدي من تحت تاخدي تشتغل بقى غرزة سلسلة على طول على طول على طول كده الحاد ما توصلي للطول اللي انت عايزها للحزام بتاع الجاكت بتاعك بالشكل ده. وفي الاخر بنعمله الشرشوبة دي طريقتها موجودة على القناة عندي في فيديوهات تانية بس عشان ما نطولش الفيديو او آآ شوفي فيديوهات كتير على اليوتيوب عاملة طريقة عمل الشرشوبة دي وبشبكهم الاتنين في بعض ونبقى عملنا حزام شكله جميل للجاكت بتاعنا سهل جدا وبسيط وغرزته حلوة ما بياخدش وقت اخد مني بالزبط. آآ يومين آآ تلات ايام شغل كل يوم حوالي آآ تلات او اربع ساعات آآ شغل. استخدمت خيط اسمه آآ بيوتي خيط قطن الخط ده حلو جدا انه نفسته في مشاريع كتير على القناة وسعره معقول والفاتلة بتاعته جميلة جدا. آآ دلت بقى من البقرة الرابعة. انا كده تلات بقرات آآ ونص. بعد كمان ما عملنا الحزام وقفلنا الجاكت وهبريكو دلوقتي الشكل النهائي للجاكت بتاعنا. وده بيكون شكل الجاكت بتاعنا بعد ما خلصناه. انا قفلت هنا الاكتاف بتاعته بغرزة آآ الحشو. ونظفت الخط بتاعي خده تحت الشغل. وادي شكل المرض بتاعه بعد ما عملنا عليه آآ غرزة الحشو لمت المرض كده وعملت له شكل حلو. وادي شكل المرض من الناحية التانية برضو بعد ما مشيت عليه بغرزة آآ الحشو. وادي فتحة الرقبة بتاعتنا. مقاسها آآ مزبوط جدا ولما بنلبسها برضو بتبقى مرتاحة على الجسم. وادي القم بتاعنا. بعد ما مشينا على القم كله ابتدين من هنا بغرزة عمود بلفتين. وبدلت ماشية على القم كله بغرزة عمود بلفتين. ادي شكل القم بتاعنا. وادي شكل الكاردجان بتاعنا. الغرزة بتاعته حلوة جدا. وخصه بتمط معانا ازاي? وبتعمل ومقاسه وحلو جدا بيتلبس آآ كل المقاسات بيليق على كل حاجة ممكن تعمليه باي لون انت آآ عايزاه. والطول بتاعه آآ طالع برضو انا تدف بمية وعشرين آآ سلسلة. وقادي الطول بتاعته. وقادي النهاية بتاعة الكاردجان بتاعنا من الاخر. كده نبقى عملنا الكاردجان سهل وبسيط ما تكلفناش حاجة. تلات بقرات آآ ونص او طبعا نتشتري اربع بقرات خيط. بحوالي خمسة اربعين جنيه البقرة. وقادي الحزان بتاعه. كان سهل جدا وسريع. اتمنى يكون الشرح كان سهل وكان بسيط واعجبكو. لو في اي اسئلة او في اي تعليقات سبهالي في التعليقات وانا هنرد عليها ونتقابل في فيديو جديد.